اشتركوا في القناة المتحدة الامريكية كلمة رفع خلالها أسماءات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المعظم وإلى صاحب السمو الملكي وللعاد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مهنئا أبناء مملكة البحرين بهذه المناسبة العزيزة وأشاد السفير بالعلاقات البحرينية الأمريكية والتي شهدت العديد من التطورات والإنجازات التاريخية منذ بدء العلاقات الثنائية بين البلدين مشيرا إلى أبرز الإنجازات والتي منها تعيين مملكة البحرين كأول دولة خليجية حليف رئيسي خارج الناتو وتعيين مملكة البحرين كشريك أمني رئيسي للولايات المتحدة الأمريكية مشيرا أيضا إلى أهم الاتفاقيات الثنائية مثل اتفاقيات التعاون الدفاعي المشترك واتفاقيات التجارة الحرة وعلى صعيدها الحدث التاريخي بالتوقيع على الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار خلال زيارة سمو وليلعاد رئيس مجلس الوزراء وإلى الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام تهدف إلى الدفع بمستويات التعاون بين البلدين الصديقين نحو مزيدا من التكامل غير المسبوق في المجال الأمني والعسكري والتكنولوجي والتجارة والاستثمار وتسهم في تقوية المنظومة الأمنية والاقتصادية للمنطقة وفي ختام كلمته أعرب الشيخ عبدالله بن راشد عن فخره واعتزازه بالمستوى الذي وصلت إليه علاقات الصداقة البحرينية الأمريكية المبنية على أرضية صلبة من القيام والمصالح المشتركة والتي أدت إلى شراكة استراتيجية تحرص على صون الأمن والسلام الإقليميين والدوليين شكرا للمشاهدة has always been a leader for peace whether it's at home advancing pluralism and religious tolerance or abroad supporting major multilateral efforts for peace and prosperity transforming those intents into tangible outcomes His Royal Highness Prince Salman bin Hamad al Khalifa الأخذر بإجراء لكوم من المدينة وملكم من المنظر لدي في تلك الإجراء كبيل والإعادة لإجراء بحرين فمحرين للحوال إلا إنما تقلق على الإجراعات ولكن للحوال والعوالين والاسترمات التنمية والبعالية والممعنظم بحرين وهي حَن أفعل بحرين أن البحرين احضره في التجارة، لجميع أن نتظر في المستقبل، ومراحة الناس، لنظر على جميع أن نقوم بمعالج من المحتوى بناس وضعنا الناس. السلسلة الأستعادة من المنزل المنزل، أما أنها هي محافظة بعضها لتالي من المباركة. مع حمزة من المنزل على المستقبل، أنا هنا لأشارككم أنه إذا كنتم تفكرون في الذهاب إلى الشرق الأوسط وبدء مشروع أو تتطلعون إلى إنشاء مشروع تجاري واستكشاف أفكار ومفاهيم التصنيع فإن مملكة البحرين يمكنني أن أخبركم من خلال تجربتي هي المكان المناسب للبادئ كما تعلمون كنت سفيرا لمدة ثلاث سنوات في مملكة البحرين لقد كانت تجربة رائعة مع قيادة عظيمة لقد أتيحت لي الكثير من الفرص للتحدث مع رجال الأعمال والقيام بتبادل ثقافي وتعليمي ويسعدني جدا أن أكون هنا الليلة للاحتفال باليوم الوطني وأن تتاح لي الفرصة للاحتفال بهذه المناسبة مع الشعب البحريني والزوار هنا إنها مناسبة جميلة والبحرين تستحق الكثير من الثناء على ما فعلته من أجل تعزيز الأمن والسلام في المنطقة وأتمنى لهم العديد من الأيام الوطنية السعيدة في المستقبل في هذا اليوم الوطني أود أن أهنئ شعب البحرين وحكومته على كل ما حققوه في بلدهم من تقدم والزهار أود أن أشكر شعب البحرين وحكومتها لوقوفهم مع الولايات المتحدة في الأوقات الصعبة وأتقدر الولايات المتحدة شراكتنا ونحن ممتنون للوقوف جنبا إلى جنب مع البحرين 52 عاما من الشراكة الوثيقة مع الولايات المتحدة هذه الشراكة التي نعتز بها ونحن ممتنون جدا لها هذه لحظة مميزة لتأهنئة المملكة لدينا علاقات استثنائية بين البلدين وما يجمع البلدين هو أكثر من مجرد تحالف عسكري لدينا تحالف دبلوماسي وهو العمل الذي نقوم به لتعزيز السلام والازدهار في المنطقة أعتقد أن مستقبل المنطقة والعالم سوف يتحسن بسبب العلاقة التي تتقاسمها الولايات المتحدة والبحرين